صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤساتها العامة يوم الجمعة الأول من شهر يناير 2021 ميلادية الموافق لسابع عشر من شهر جماد الأولى 1442 هجرية وحيث أن هذا اليوم يصادف يوم عطلة أسبوعية فيعوض عنه بيوم الأحد الثالث من شهر يناير 2021 ميلادية ترجمة نانسي قنقر